بداية ما الذي كان يميز القارئ الشيخ علي حجاج السويسي رحمة الله عليه الله يرحمه رحمه وسعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ ولد رحمه الله تعالى سنة 1926 في الجمالية بس هو أصلا من البداري في أسيوت إنما أبوه كان يشتغل رئيس المحضرين في محكمة من محاكم القاهرة وكان سميع يميز الأصوات حلو وكويس وكان يحب القرآن قوي والمقرئين فتمنى لو أن ابنه يعني أصبح قارئ هو اسمه علي وكانوا يسموه السيد علي وأبوه حجاج فوده كتاب اللي في الجمالية كتاب الجمالية ده في مين بقى فيه سيدنا الشيخ عبدالعزيز الصحار الشيخ عبدالعزيز الصحار ده يبقى شيخ شيخي أنا شيخ الشيخ الامداني وشيخ الشيخ عامر وشيخ الشيخ عامر بن عصمان وشيخ المشيخ دي كلها الشيخ الشيخ الزياد فعبدالعزيز الصحار ده يعني من طبقة مسعود الجنين بقى اللي هم تنمزة المتولد كبير يعني حاجة بقى زي جبل كده فالشيخ عبدالعزيز الصحار كان حاجة تانية ايه التانية ان هو ما هواش فتح كتاب ده هو كان مش بيحفظ بس ده عنده بيت اكاديمية يعني اكاديمية مركز بحسي مركز اعداد مركز يتولت فيه الحفاظ ثم تسقى للكفاءات يعني شغل على زي ما بيقول المصريين على ما يبهض الشيخ عبدالعزيز الصحار ده واحد كبير جدا وما خدش يعني ما ينبغي ان يكون له من الدراسة والشهرة وكذا الاخير لكن ده استاذ الكل بقى دول اللي هو المشايخ اللي احنا لتقناهم وشوفناهم والتلمزنا عليهم ده بقى شيخهم يعني ده جدنا نعم عبدالعزيز الصحار فراح للشيخ عبدالعزيز الصحار حفظ القرآن ولد نابه وصوته حلو وفيه تشجيع في البيت ابتدين بقى يروح للشيخ رفعت ويسمع ويروح للشيخ عبدالفتاح الشعشاء ويسمع ويروح للشيخ الناس ده هي كلها يسمع بقى ويتعلم ممارسة كويس لغاية ما فيه في يوم بقى مع سيدنا الشيخ عبدالفتاح الشعشاء وعمل له روحه كارت فرحان بروحه كده هو مبسوط وعمل له روحه كارت كاتب عليه السيد علي حجاك فقال له يا ابني بصر الكارت كده قال له لأ انت ديك مستقبل وادائك كويس وحلو وصوتك حلو اعمل ليك اسم زي اسم عشان تتعرف به اعمل اسمي يعني غير اسمي قال له لأ يعني اعمل لك اسم كويس فرح في الوقت ده ابوه يزور خاله في السويس قعدوا هناك ثلاث شهور غاب الناس افتقدته فين الشيخ علي فين الشيخ علي الشيخ علي في السويسي الشيخ علي في السويس فرحوا انطلعين عليه علي السويسي اه حشان كده فبقى اسم الشهرة بتاعه الشيخ علي السويس وبقى يكتب السيد علي بدل حجاج وبقى اسمه واسمه علي علي حجاج السويسي ومن هذا اليوم وهو اصبح في هذا المقام سنة يعني لما بلغ بقى 25 سنة راح تقدم للإزاع سنة 51 وقبلة في الإزاع وفاس فعلا من كذا إلى آخرين الشيخ علي حجاج السويسي يعني إيه من مدرسة رفعت من مدرسة رفعت يحاول أنه هو يقلد الشيخ رفعت ويبقى من المدرسة بتاعته ولكن استقل بعد كذا وسافر كتير يبقى إذن الانتشار الأفقي مع الإزاعة اللي عملت له كذا بقى يدعى من الخارج لغاية مدعته مرة الأسرة الحاكمة في الكويت لما راح الكويت خلوه يعمل ختمة مرتلة هي دي بقى اللي نفعتنا احنا أنه في ختمة مرتلة تعملت له في دولة الكويت والختمة دي موجودة لغاية النهار الشيخ علي السويسي برضو راح ودرس شوية مقامات والحاجات دي هي درسها في المعهد بتاع الموسيقى العربية يعني درس موسيقى بقى ومقامات وتخصص درس موسيقى ومقامات وكل حاجة بس الختمة اللي هو عملها عملها مرتل المرتل ما يبانش فيه قوي الفنون المختلفة والمقامات والمداخل والمخارج والقرار والجواب بتاعها وكذا اللي فيه المجود المجود المساحة أوسعة في بيان هذه المقامات وهذا الأمر في الوقت ده كان فيه أسماء تانية برضو كبيرة كانت موجودة على الساحة في الفترة يعني منتصف القرن عشرين ألف يعني الخمسينات الستينات والسبعينات كانت عاملوا ازاي كان ازاي قادر نوع تواجد في وسط هذه الكوكبة من الشيخ الحصري والشيخ البنة والشيخ عبدالصمم وغيرهم طبعا هو كان علاقته بالجميع علاقة جيدة وهو مات عنده ستة وسبعين سنة في خلال هذا من ستة وعشرين لستة وسبعين هو مات ألفين واثنين فهو كان عنده ستة وسبعين سنة في خلال هذه الفترة كانت علاقته علاقة طيبة مع جميع القراء وتنقل ووزارة الأوقاف حطته في كذا جامع لكن قال به الأمر في النهاية إلى مسجد الفتح اللي هو اسمه ولاد عنان اللي موجود في رمسيس مسجد ولاد عنان ومسجد الفتح اللي هو مسجد الفتح الدوات اللي في رمسيس اللي هو في رمسيس ده أصلا اسمه ولاد عنان ولاد عنان دول عيلة عنان دول من ولاد سيدنا عمر بن الخطاب مباشرة يعني فعلا نسابه لسيدنا عمر معجم العادات والتقاليد المصرية ويقول عليه شوية حاجات كتيرة بعد ما جددته الوزارة كانت المدنة بتاعته هي أعلى مدنة موجودة فيك يا قاهرة القاهرة يقولوا كانوا عليها زمان الألف مئزانة دلوقتي ما شاء الله فيها أربعة تلاف لكن المئزانة دي بتاعت الفتح أعلى وحدة فيه إلى الآن مسجد الفتح هو استقر في مسجد الفتح لكن تكاثرت عليه الطلبات من داخل مصر ومن خارج مصر ولذلك تجدوا من الحاجات المرسولة أنه هو عطمر 15 مر كل ما يروح السعودية علشان يقرأ أو كذا إلى آخره فسبحان الله اعتمر 15 مر حج عشر مرات حج عشر مرات وده طبعا مبلغ كبير من المرات لكن ظهر دول كثيرة جدا وكان له قدم صدق في هذه الدول رحمه الله تعالى فهو لما مات 2002 يعني ساب لنا الختمة اللي هي عملها في دولة الكويت رحمة الله علي رحمة الله علي اشتركوا في القناة